موقف ثابت للأردن منذ بداية الأزمة اليمنية يقضي بوقف القتال وتوحيد الجهود لدعم الحكومة الشرعية فيها وتطبيق فعلي لقرار مجلس الأمن واتفاقية ستوكهولم التي تقضي بانسحاب قوات الحوثي من الأراضي اليمنية وتسليم أسلحتهم بما يضمن سلامة الأراضي اليمنية المملكة تستضيف مقر البعثة الأممية لليمن تلقينا اليوم طلبا من المبعوث الخاص لعقد اجتماع محدد في المملكة وسندرس هذا الطلب بما ينسجم مع موقفنا الواضح بأننا ندعم كل جهد يؤدي إلى حل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات التي تحدثنا عنها وبما ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق اليمن حملت مسؤولية إلزام الحوثيين بالاتفاق للبعثة الأممية ورئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وأكدت استمرار التنسيق مع الأردن في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإنفاذ حل سياسي يعيد الوحدة والاستقرار إلى اليمن طرف الإنقلاب حتى الآن لم يقبل بالانسحاب من الموانئ من المدينة وفخامة رئيس الجمهورية أثناء لقائه قبل يوم أمس مع المبعوث الدولي قال له أننا نستطيع أن نمنحه المزيد من الوقت حتى يحقق الانسحاب الكامل للميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصريف وراس عيسى وما تفقى بمدينة الحديدة قرار مجلس الأمن بانسحاب الحوثيين لم يرى الضوء على أرض الواقع لتعود الأمم المتحدة باتفاق ستوك هولم الذي سيعيد انتشار القوات اليمنية في الحديدة بإشراف السلطات اليمنية المحلية على المدينة سامي جروان رؤية ترجمة نانسي قنقر